وإنقاذ الاختصال الوطني جعل الجزائر في مناعة نهائية محاور عدة تناول الرئيس عبد نجيد تبون في لقائه الصحف الأخير وهو الأول له بعد رئاسية سبتمبر المسبقة ولعل ما لفت الانتباه في الشارع الجزائري أن الرئيس تجنب تفصيل ما يجري على صعيد الجبهة الاجتماعية التي رأى كثيرون على صفح ساخن بسبب الارتدادات الكثيرة والأسعار المرتفعة للمواد الاستهلاكية في مختلف الأسواق عبر ولايات الوطن لم يظهر أن الرئيس فعلا على دراية بالأسواق والأسعار الملتهبة قال أحد النقبيين وهو يتابع تصريحات التبون الأخيرة فالندرة والغلاء الفاهش واستمرار ضعف القدرة الشرائية للمواطن أبرز عنوين هذه المرحلة وهنا يتذكر الجزائريون ما قال الرئيس تبون عن مادة البطاطا هذا التصريح يدينه وهو من يتحمل المسؤولية قال أحد المتدمرين ولا ينبغي أن نلوم وزيري الفلاح والتجارة كما تعودنا منذ بداية العهدة الأولى كما أن الإجراء الذي سمه الرئيس تبون من المنتج إلى المستهلك مباشرة لم يؤتي ثماره ولا حتى اتهم التجار بالمضاربة والاحتكار فما للمسؤول عن هذا الإنفليات يا تورا؟ وما علاقة ما يجري بالتضخم؟ لأن كثيرا من دول العالم قد خففت منه وتجاوزت خطورته إلا دولا قليلة على غرار فنزويلا والأرجنتين وتركيا وزيمبابوي فماذا يعني التذكير بمشكلة التضخم مرة أخرى دون ما الإفصاح للنسبة بالضبط؟ هذا أضحى حلومنا اليوم لأن الدنار يعيش انهيارا غير مسبوخ مقارنة بباقي العمولات ونخش ما نخشها يتحول يوما إلى البوليبار الفنزويلي حيث آلاف الأوراق منه تساوي دولارا واحدا علق أحد النقبيين متذمرا من حال الدنار البائيس لقد سمحت هذه الفرصة بتوجيه جزيلي شكرنا لفخامة الرئيس على دعم روسيا للترشح بلدي لانضمام إلى مجموعة البريكس حدث هذا في موسكو صيف العام الماضي وهناك تمنى تبول من بوتين المساعدة على الانضمام لمجموعة البريكس الاقتصادية واعتبر ذلك خطوة مميزة للاقتصاد وأضحى ولوج البريكس أبرز الإنجازات لكن اجتماع زعماء المجموعة في جنوب إفريقيا رفض الطلب الجزائري وصار ذلك فيما بعد نكسة كبيرة غير أن ما حير كثيرين هو إيداء السلطات لمبلغ مليار دولار وخمسمائة مليون صندوق المجموعة فماذا يعني أن تضع أموالك بين يدي من رفضوك بالأمس القريب؟ وأية إضافة سيجلب هذا الإجراء للاقتصاد تساءل عشرات الخبراء وهم يتابعون ما وصفه بالعثارات المتكررة والاقتصاد على حاله ولم يعرف الإقلع بعد